هلو ما جيري ست يودنس أهلا بكل طلاب برايمري فور وصلنا معاكو اليونت سيكس ليسون وان وانوان اليونت بتاعنا اسمه لوست اند فاوند ثنجس ثنجس أشياء لوست أشياء كانت ضيعة ولقينيها اند فاوند الأشياء المفقودة والتي عثرة عليها طبعا زي ما احنا عارفين ان اول لسن بيكون عبارة عن conversation time محادثة بين أشخاص وبيدور بينهم حوار لكن هنعرف الاول الكلمات اللي هي الجديدة اللي علينا في درسنا النهار ده هي اول حاجة look for look ينظر صح احنا عرفنا ان الافعال لما بيجي بعدها حروف جر معينة ممكن يغير معنى الفعل تماما يعني look كنا عارفين ان هو ينظر لكن لما بيجي بعده for look for بيبقى معناه يبحث عن يبحث عن تمام طيب ساعة اليد watch ساعة اليد watch watch ما لون طبعا what معناها ما او ماذا بسأل بيها عن الأشياء وcolor لون لما اقول what color ما لون لون احمر red في colors بقى اللون الاحمر معناه red واللون الازرق معناه blue blue ازرق blue تعالوا نشوف الconversation بتاعتنا عبارة عن ايه وبتدور عن ايه محادثتنا النهار ده بين مونة وكريم مونة مش لقيه ساعتها الساعة بتاعتها وكريم بيحاول ان هو يساعتها ان هو ايه لقيه تعالوا نشوف بصوا كده الوقت كريم دخل وشايف مونة البنت دي بتدور على حاجة فهو بيقول لها ايه بقى what what هو هيسأل على شيء خدوا بالكو فطبعا what على طول بهي اللي معناها ما او ماذا وبسأل بيها عن الأشياء what are you looking for ماذا تبحثين عن يعني انت تدوري على ايه تمام قالت له my watch ساعتي ساعة اليد بتاعتي my my watch i can't find it انا لا استطيع اجدها i can't find it انا مش لقيها تمام ناخد بالنا ان هو ايه اول حاجة what اللي هي بسأل بيها عن الأشياء وكمان استخدم my my هي البنت قالت my طبعا my دي بتعبر لي عن ايه بتعبر عن ملكية المتحدث هي قالت my watch اما اقول my bin المي my watch ساعتي صح؟ طيب وكانت طبعا معناها لا يستطيع i can't find it انا لا استطيع ان انا الاقيها فرح الولد قال لها don't worry don't worry لا تقلقي don't worry يا ولاد معناها لا تقلقي i will انا سوف help اساعد you help you اساعدك look for it ابحث عنها تمام don't worry i will help you look for it فطبعا البنت قالت له اوكاي وفقت قالت له تمام thank you شكرا والولد بقى هيبدأ يسألها لونها ايه what color is it ما لونها ما لونها قالت له it's red and blue it's red and blue تمام كده محادستنا خلصت طيب احنا عرفنا منها ايه عرفنا لما بكون بتكلم على حاجة ملكي او حاجة تخصني هقول my my watch تمام وعرفنا ان look for معناها هيبحث عن وعرفت ازاي اسأل عن الالوان هقول what color is it يلا بينا بسرعة نكمل سؤال المحادسة ده احنا قلبنا الصفحة احنا الوقت ببيج two hundred and twelve والإكسرسايز اللي فوق ده بيقول لي i can't find my watch هكتب watch ازاي تعالوا نكتبها مع بعض كده ووو ها صوت الو ده حرف ايه ده الو هو صوت و watch w a what t c what cha cha c مع h cha اللي هي c مع h watch تمام ساعة يد لما هقول what color لون يعني ايه متفقين ان حرف c بيجي في كلمات بساوند c وفي كلمات تانية بساوند حرف k هنا بساوند الكي انا هكتب هنا علشان تبلغو color c k c o l o u or color لون i will help you look look اكتب look ازاي اولاد l l l o o look تمام طيب thank you شكرا اكتب thank you ازاي مين يقول لي حرف السح اكتبه ازاي ها حرف السح listen and circle the word with the short vowel طبعا الكلمة اللي بصوت الحرف القصير التيتشر هيقول لك كلمتين هتسمع صوت الفاول الصوت الحرف المتحرك اللي فيهم نطقه قصير ولا طويل رد ريد ها صوت حرف الفاول الاي في اي واحدة كان short طبعا في الرد اوكي كان كان blue cup ها حرف اليو في انه كان short فاول طبعا في cup book home book طبعا صح؟ اللي بانطقها خط في كده على طول يلا بينا نشوف هنا ها في الكوستشن ده listen and complete with one word طبعا التيتشر هيقول لك كلمة وانت هتسمعها كويس واتركز فيها علشان انت هتكتبها اول حاجة what are you look look طبعا كتبناها اهي look تمام كمان بيقول لي I can't find find اكتب find ازاي في في حرف الف في I حرف I find N حرف N find D تمام طبعا what what color طبعا كتبنا الcolor color وكمان it's blue it's blue and red blue P L U E blue تمام طب رقم 3 read and circle the good one يعني اقرأ وحط دايرة على الكلمة الزيادة الكلمة اللي هي متضافة احنا اتفقنا ان السؤال ده بيديني 4 words بيديني 4 كلمات وبيديني فيهم 3 كلمات متشابهة في صفة معينة في حاجة معينة وكلمة تانية مش متفقة مع الكلمات دي او مختلفة عنهم فاحنا بنحط الكلمة المختلفة وبنحط عليها اول حاجة black اسود teacher مدرس blue ازرق red لون احمر ايه المختلفة اكيد black اسود لون وblue ازرق لون ورد احمر لون فالمختلفة teacher هي اللي احط عليها circle يلا نشوف number two ear ازن eye عين جوس عصير hand يد فطبعا المختلفة جوس علشان ear ازن وآي عين وhand يد الثلاثة اجزاء جسم الانسان رقم three help يساعد heart يؤذي يؤذي او يجرح او يؤلم heart خلي بالنا white واحنا في المنهج بتاعنا معناها يؤلم white ابيض lose يفقد طبعا المختلفة white علشان lose verb heart verb وhelp verb التلاتة دول افعال bag شنطة look ينظر pencil الم رصاص book كتاب فالمختلفة look لان bag pencil book ادوات تعتبر ادوات دراسية تمام هنا رقم four look and write three sentence بص الصورة وكتب ثلاث جمل انا هقول اول حاجة i can see i طبعا انا متفئة معاكم اني بكون الجملة ازاي اول حاجة فاعل وفاعل صح فاقول i can ادي فعل مساعد فلازم بعدها يبقى فعل تاني i can see اي بقى a boy and a girl وحط في الوصطب وكده عملت جملة انا استطيع ارى ولد وبنت طيب الصورة التانية هقول ايه the girl البنت ما لها بقى مش قادرة تلاقي الساعة بتاعتها can't find here here watch تعالوا كده نشوف النقرة الجملة دي تاني مع بعض the girl the girl ده الفاعل can't find لا تستطيع انها تجد here watch ساعتها طيب اقدر اقول بعد كده ايه the boy رقم 3 the boy help help the girl الولد يساعد البنت تمام او ممكن اقول the boy looks for the watch بيبحث عن استعم يلا بنا لسؤال البنك الاشخاص يبقى حرف l وفي الاخر احط فولستوب ولا كما طبعا هو بدأ بفاعل i فلازم في الاخر فولستوب تمام كده طيب كده خلصنا درسنا الاول لسؤال